من باريس مع الدكتور خطار أبو دياب الخبير في العلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور خطار بهكذا حالات وما يحدث في مجلس الأمن نتحدث أيضا عن عاجل ورد قبل قليل حوالي مليون شخص يعيشون تحت الحصار في سوريا وفق مسؤول في الأمم المتحدة ما الذي يحدث؟ ما الذي يمكن إسقاطه أيضا لإحداث تحرك إيجابي بهذا الإطار؟ تحياتي لك وللفريق العامل لكل من يشاهدنا نحن أمام وضع استثنائي ما يسمى الآن بمحرقة حلب هذا الوضع من القصف غير المسبوك وأمام عجز عدم قدرة من المجتمع الدولي على أحداث اختراق إيجابي منذ اتفاق كيري لافروف في التاسع من سبتمبر إلى محاولة تمرير قرارين فرنسي وروسي في التاسع من أكتوبر إلى محاولات هذا اليوم يمر الوقت وفي النهاية القطاع الصحي يخرج عن العمل هناك وضع لا يمكن أن يحتمل بالنسبة لأي إنسان يعيش ضمن هكذا ظروف نحن إذن أمام مرحلة تحول هذا الاجتماع في مجلس الأمن إذا حصل مفاجأة تتمثل بإجماع من قبل الدول الدائمة العضوية على تمرير القرار الإنساني على محاولة فرض هدة إنسانية ولو لمدة معينة وإلا فإن هذا الوضع سيستمر إلى المزيد من التدهور وإلى المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والحقوق البشرية بشكل عامل مع تزايد الإدانات وخاصا فيما يحدث بحلب الآن وهذا التصعيد ما الذي يمكن أن يغير موضوع الدول الدائمة العضوية نتحدث دائما عن فيتو موجود وفي حالات وردت في السابق بالتاريخ تتحدث عن تحرك بعيدا عن الفيتو ورغما عن الفيتو ألا يمكن أن نشهد هكذا حالة الآن؟ عندما تمس مصالح علية يحصل ذلك كان هناك خشية مثلا من استخدام السلاح الكيميائي ليس فقط بالنسبة للشعب السوري ولذلك عندما حصل الاتفاق الدولي ردخ النظام السوري لأن هذا القرار في مجلس الأمن كان ملزما حسب الفصل السابع إذا كانت القرارات على شكل البيانات الرئاسية فيها تمنيات إذا كانت دعوة للأطراف من أجل وقف العنف هذه تمنيات إذا كان هناك من تحذيرات تبقى تحذيرات مجلس الأمن لا يمكنه العمل إلا في حال التوافق على قرارات ملزمة وفق الفصل السابع وهذا يتطلب توافق في سوريا بدل التوافق هناك حرب عالمية لا تكون اسمها لا يمكن على الأقل التوافق فيما يتعلق بهذا الشق الإنساني يعني الوصول على الأقل إلى وسط الطريق يعني كافة الأطراف أن يلتقوا بوسط الطريق نتحدث عن شق الإنساني على الأقل ألا يوجد أي بند قانوني أو في العلاقات الدولية يلزم بهذا الشأن كما تلاحظون نعم هناك وجوب لعدم انتهاك حقوق الإنسان هناك اتفاقيات جناف وهناك حتى ميثاق الأمم المتحدة لاحظتم في الفترة الأخيرة دعوات للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية روسيا بالرغم من أنها غير ملتزمة بالمحكمة تنسحب منها دول إفريقية أيضا هناك مع وجود أزمة في النظام الدولي لأننا لم ننتقل من الأحدية الأمريكية إلى نظام دولي متعدد القطب أو إلى التوافقات الدولية انتقلنا إلى مرحلة فوضى استراتيجية وإتراب استراتيجي كل ذلك أثر على موازين القوى وجعل إذن أكثر ضعفا يتعرض هو للإنسان صحي وهذا مناشى تدعياته في سوريا هل من سوابق تاريخية غير موضوع الكيماوي اللي قلت حضرتك سيد خطار بوضوح أنه هذا يتعلق بمصالح الدولية إذا بهذه كذا حالات فقط تتدخل دول كبرى ولكن ألا يوجد سوابق تاريخية يمكن إسقاطها هنا ونعرف من خلالها على الأقل ما سيحدث هناك سوابق تاريخية تم فيها التحرك نعم هناك سابقة ليست ببعيدة سابقة من غازي في العام 2011 أصلا التدخل العربي والدولي في ليبيا أتى عبر مشروع قرار في مجلس أمن الدولي تم تبنيه وفق الفصل السابع وجرى انظار النظام القذافي عندما لم يذعي النظام القذافي جرى تسيير قوات حلف الشمال الأطلسي حينها كانت روسيا بقيادة مدفداد حينها روسيا أو الصين لم تفرض حق النقد الفيتو هذه المقارنة بين من غازي وحلب تتيح القول إنه عندما يكون هناك وفاق بين الدول الدائمة العضوية يمكن أن يحصل اختراق وإلا المسألة الإنسانية لوحدها غير كافية لأن المصلحة السياسية العليا تطغو على الاعتبار الإنساني أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دكتور خطار أبو دياب الخبير في العلاقات الدولية من فاريس